بنات اليوم ان شاء الله غدي نقدم لكم الوصفة دي المحترفين كيفاش تقدروا تخدموا واحدة الكمية كبيرة في وقت وجيز واكيد الوصفة دي بش نيخة الذهبية والسر في التقبيبة ديالها كتسولوني عليها بزاف كيفاش امالك تجيك هكيك عالية ودوك الخوطات ديالها يجيوا واقفين فاليوم ان شاء الله غدي نعطيكم السر متعدك شي تفاصيل كتيرة قوة مقليل قليل وربح وافير ما شاء الله لان عندها عشاق كتار وما ننساش نتكلم لكم على الشبكية وسبولة اللي قدمتهم لكم في الاسبوع اللي داز كذلك المقروط الوجدي اللي قدمتوا لكم نتمنى لبنات انكم تجربوهم بلزاستيوس اللي اعتدتهم لكم وكذلك سلو كل شي غدي نخليه لكم في اول تعليق الروابط ديالهم ونتمنى اخواتي تلايكوا الفيديو وتبارتاجيواه وتجربوا هاد الوصفات يلا معايا بالنسبة المقادير مقادير بسيطة بسيطة فانا غدي نعطي لكم الوصفة الاصيلية تاع البشنيخة وان شاء الله بالعشية غدي ننزل واحد الفيديو اخر للبشنيخة هاكا بلمسة من لمساتي وكجي بريستيج هاكا وشي حاجة روعة روعة فانشوفو ننمرو على بركة الله باش نشوفو الوصفة وانا كنخدم هاكا فيها فعندي كيلو انتع دقيق غدي نزيد فيه واحد درشة ملح الدقيق اكيد غدي يكون منخول واكيد غدي يكون من نوعية ممتازة باش تحصلوا هاكا على واحد نتيجة نتيجة اللي كتكون زوينة بالنسبة لهدي بيكين باودر انا كنشري بنتاع خمسة كيلو هاكا وممكن تما البنات تشري بنتاع العبار كتنقام لكم ارخص بكتير غدي ندير معلقة مسوحة ولا صاشين تاع ثمانية غرام فهنا يا بودرة القرفة غدي ندير الراس معلقة كبيرة باش ننك هاد البوشنيخة نتاعي وبالنسبة لهدي روح الظهر فالبناتي اللي درتوا روح الظهر حاولوا انكم تستعنوا بواحد الملعقة باش هاكا احتيلة فلتت لكم شوية ما تمشيش لكم هاكا في الدقيق وفي ذيك الوقيتها ما تصبوا كديروا تعالجوا الموقف لانها هي مش جهدة ذاك روح الظهر فغدي نحاول انني هاكا نخلط دوك المقادير الزبدة عندي ميتين وخمسين غرام فانا احطتها في قصرنا دوبتها ستعليها تلت كاس من مزهر كذلك كاس ونصف من الحليب بدرجات حرارة المطبخ فغدي نخلطوا هاد المكونات وهدو هما اللي غدي نجمعوا بهم هاد بوشنيخة ديانا وهاد المقادير كيف ما قلت لكم في بداية الفيديو انها مضبوطة غدي ان شاء الله نجمعوا بها هاد الكيلون تاع دقيق يعني غدي نخويه في مرة واحدة وغدي يجيكم القوام وهو هادك فانتمنى اخواتي انكم تطبقوا الوصفة باش تتعرفوا على اللي بدا انتحا كذلك القوام انتحا اللي كيقلب عليها بزاف دي الناس يعني كتجي هكا فيها واحد لها شيفش يا زوينة زوينة هدي هي غدي نبقى هكا نجمع في داك الدقيق ونحاول ندخل كل دقيق في داك الكمية انتع السائل وخاتحسوا بها في الاول لانه العجينة هكا قاسحة لكن ما كان حتى شي مشكيل غي زدوا واصلوا وحاولوا انكم تدخلوا داك الدقيق فانا تعمدت انني ما نقطعش الفيديو يعني نبقى هكا نعجنها لدامكم باش تشوفوا كيفاش غدي نبقى غيها كبزو جدي نحاول ندخل داك الاخر الدقيق في العجينة ومبعدها غدي ندلقوها هكا غي واحد لخمس دقايق باش ندخلو قاعد الكمية انتع الدقيق فيها فهد العجينة اخوتي غدي جي القوامتها حقا سح باش اكيد باش من هكا نجيو نشكلو بوش نخان تعنا جينا هكا شعيرات وباش يوقفوا معنا فغدي نحط العجينة في واحد البلاستيك غدائي نخليها ترتاح في الثلاجة مدة نصف ساعة حتى الساعة ومبعدها كتشوفوا انا قطعتها على خمس يعني هكا قطع بالنسبة لي قمتوا مع اخوتي الى قمتوا مبتدئات وما تقنتوش هكا على بحال هكا القطع غدي تشوفوهم قدامكم في ديك الوقتة ممكن انكم تقطعوها حتى لثمانيات القطع باش تجيكم شي حاجة اللي سهلة هكا في الخدمة فغي زعموا لها البنات زعموا لها البنات فيعني نتيجتها ولا ارواع فعندها عشاق كتار هاد بشنيخة وان شاء الله غدي تشوفو معايا فلاشية ان شاء الله غدي نحاول ننزل فيديو اخر للبشنيخة بالنسبة للبنات اللي طلبوها مني درتها هكا بريستيج وشي حاجة في الليدة خطيرة خطيرة كتجي العجينة منكها بساف وزوينا ما غديش تسخوا بالليدة نتاحة والقوانتها كذلك المهم اخواتي انا من بعد ما فتحت دوك القطع هكا بدلاك كيف ما شفتو باش نمررها هكا في الرقم الربعة من هاد الماشينة ولا من هاد الوراقة من بعدها خطيتهم هكا فوق الطاولة باش يضرب فيهم اللي هو وديك العجينة بحلية كي ما كان قولو تقبط راسها هكا مزيان باش من بعدها نحاولو اننا ندوزوها في اللابرين تاسباكي دي هكا باش تكون قطة راسها مزيان وما تتعجنش لنا ديك العجينة وما تعدبناش في الخدمة غدي نمشي على هاد طريقة فحاولو انكم تهتموا بهاد الخطوات انا في اللول نمشيو دقا دقا كيف ما كيقولو في اللول كان قسمو العجينة مثلا انا قسمت هالخمسانة وما تقدروا تقسموها لتمانية باش تديروا ديك القطع شوية صغيرة غادي تحلوهم بالمدلك ومبعديها تدوزوهم في الوراقة النمرة 4 يعني العجينة تكون شوية غليظة فمبعديها تخليوهم يضرب فيهم هكا اللي هو باش يقبطوا راسهم فغدي تلاحظو ان العجينة ترجع متماسيكة وترجع هكا ما تعدبكم شكاه من بعدها غادي تدوزوها في لبارين تاع سباكيتي وتحطوها كيف ما حطيتها انا هكا من اللي كيكون نظام في الشول ولا في الخدمارة بزاف الامور كتسهلوها على راسكم يعني كتدخل محتبل خاطر هكا وبواحد الحب هكا والنتيجة اكيد غادي تبان في النتيجة النهائية طبعا فهنا يا كتشوفو انا كنحاول انني نفرقدو كشعيرات هكا على بعضهم يعني باش نشوف الكيميا اللي غادي ندخلها هكا في الحبة تنتعبوش نيخة فغادي نبقاها كماشية ونحاول انني نضغط انا علاش اللي ويتها كيدي غيباش نوريكم لان الكاميرا كنت حطتها في النحية الثانية غيباش تشوفو بانهو كان قرص فيها مهم طريقة رهباينة كان قرصو فيها ونحاولو اننا نضغطو مزيان مزيان باش ما تتحلش لنا يعني وحنا نقلوها وكذلك انا العجينة ما ننساوش قاسحة اكيد خصها تكون قاسحة باش دوك شعيرات يجونا هكا واقفين امقابين فبزف للبناز اخواتي اللي شفتهم اللي كيصنعوش هاد بوش نيخة كيخلوها غيكي مادرت لها انا هكا ويقلوها مباشرة لكن لا يعني الطريقة مختلفة يعني تماما فحاولوا انكم تشكلوها بالطريقة اللي غادي نوري لكم انا فهنايا كنت كان نقول لكم بانه احتدق الخويطات هكا الصغار اللي بقاونا يعني من هنا ومن هنا حاولوا انكم تجمعوهم وتستغلوهم باش تديروا هكا واحد بوش نيخة اخرى باش ما نبقوش غين عجنون ونعودوا في ديك العجينة وخصوصا انها عجينة قاسحة في القوة متاحة فهنايا انا خليتها شوية يضرب فيها لهوا باش هكا تنشف معنا ديك البوش نيخة وباش نحاولوا نشكلوها كيف ما قلت لكم نعطيوها واحد الشكل اللي كيكون مقبب فهنايا كنت كانت تكلم وكان نخدمها لكن غادي يبن لكم جميع المراحل فاحنا نحاولوا هاد الجانب اللي كيكون محطوط على الطاولة نحاولوا اننا نرجعوه للفوق لانا حتى العجينة كيما قلت لكم نعشفة وضرب فيها لهوا خليتها تقريبا خمس دقايق هكا وهي هكا قرصت فيها ومبعدي ها نحاول نشكلوها بها الطريقة اللي راني ندير فانا نحاول انني نفرق دوك الشعيرات بديك الحركة هكا الدائرية انتو ما قدي تشوفوا معايا كان قرص مزيان زيان كان قبضها كان حاول انني نحرق دوك الشعيرات هكا ومبعدي ها كان قرص مزيان وجينا هكا عالية ومقببة وملي كتقلا كتجي شي حاجا كتشهي في النظرة بالنسبة لهذا بوشني خا انتو ما كتشوفوا كنلعب بها شوية صافي هذا هو الشكل اللي احنا ياكن قلبر له فنتمنى انكم تجربوها هكا بطريقتي ونضم بلي هدي هي الطريقة الصحيحة يعني راها ملعين بينا وخا يعني هدي شوفوا كان شي مرات راها شي افكار كتحول يكون في الرأس تديرهم من تلقاء نفسكم هكا فحتى انا يعني شفت بزاف تلاخوات كيستعملوها هكا لكن جاتني بحلي كتجي هابطة تجي ما عطياش واحد المنظر نتعبوشني خا الأصيلية فحاولت انني نلعب دوك شعيرت هكا ونحاول نشكل بشنيخة كتكون عالية ومقببة هاد الشكل هنا تقدرو انكم غي تلوي وتم في محلو يعني هكا بحلي تدير واحد اللوية صغيرة وكيجي الصراحة واحد الشكل اللي هو زوين كيف ما شفتوا معايا في الفيديو وتقدرو حتى تطولو هاد بشنيخة شوية اكتر من هاكا صافية غادي نمشي على هاد طريقة حتى نشكل جميع بشنيخات نقرصهم مزيان مزيان باش نديرو خدمة وحدة وما تتعاودش لأننا ما نحطوهم في الزيت ما خص شي تحلو لنا من الأول ديرو الاتقان في العمل يعطوه كما يقولو الحب هكا في العمل فمن لي تديري حاجة وانتي على خاطر كنتي راشق ليك فالنتيجة غادي تباني أكيد على المنتوج ديالك فبزاف الحويجات كنشوفوهم غيم العين كتشتهيهم فهذا دليل على الاتقان في العمل فنتمنى أخواتي أن فيديو اليومين لإعجابكم وأنكم تطبقوا الوصفة وما تنسوا ليش ديك اللايك اللي كتشجعوني بها هنا يا أنا كنت كان يقول لكم باللي عمرت بزاف الحويجات خدمت المقروط خدمت بشنيخة باللوز يعني بريستيج خدمت بشنيخة العادية القصيلية اللي درتها معكم دابا وكذلك شبكية العادية وشبكية باللوز فأنا قاحدو غادي نقليهم مرة واحدة لكن وشنو غادي ندير باش غادي نبدي أكيد غادي نبدي بشنيخة هي اللولا اللي غادي نقليها موراها من اللي نسالي بها غادي ندوز للشبكية وموراها غادي ندوز المقروط أكيد هو اللي نخليوه التالي فكتشوفو هدو همزوج أشكال اللي بارتاجيتهم معاكم الزيت كتكون سخونة ولكن حاولوا أنها ما تكونش سخونة بزاف فبالنسبة للبنات اللي سولوني بزاف تعليقات على هاد المقلة هاد المقلة أنا خديتها من سوق الفلاح من مدينة وجدة بحكم أنني وجدية ومقيمة في وجدة وهاد المقلات التمن ديالها ميتين وثمانين درهم القطر انتحها ستين سنتيم يعني كتقلع الغبن عليا الصراحة فكتخليني أنني ندير واحد الكمية كبيرة انتح هاد الحويجات هكا ونربح الوقت وأكيد والمجهود كذلك لكن واحد حاجة لأخوات وبالنسبة للحلويات بالخصوص إلا كنتوا غادي تشريوا بحالها وإلا كنتوا غادي تديروا بحال هاد المقلات حاولوا أنكم في اللغل من اللي جيو طيبو حطوغي نصف الكيمية حتى تبدي يدخلها الطيب عادي يدون نصف الكيمية الثاني باش ما تغلبكمش هكا حتى تولفو على الحجم الكبير عادي بديو في ديك لوقتات حطوه مرة واحدة المهم بالنسبة للمنظر نظن باللي متفقي معايا أنه شي حاجة من أروع ما يكون جاب لي بالي هكا وغادي نسمع التعليقات نتعكم ونشوف كلامكم وسمو غادي تقولولي وبالنسبة للده أنا من هنا نبنغليكم باللي اللي بدي عجيبة عجيبة يا سلام شي حاجة الروعة معلقة زوينة الصراحة ما تخيش بيها من اللي هكا تسرطيها فتبغي تعاودي تقولي وحدة أخرى المهم ها ديرها غادي تنفع مزيان للناس نتعى الرجيم فاللي دير الرجيم غايت بعدها لهد بوشني خاص صراحة كتجي من ألد ما يكون فكتشوفوها أنا فتحت معاكم وحدة باش تشوفو تعليك كيفاش ديرها وهادي هي أخواتي أنا زينتها بالليزاموند هكا غريي ومع ذاك الورد البلدي هكا اللي يعطيها واحد المنيدر هكا زويون فانتمنى تبارتاجيو ولايك وكذلك دعموني أكتر والسلام عليكم